السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم يا صام عوني وفيديو جديد من فيديوهات افسي موبايل وقبل مبدأ الفيديو ما تنسوش تصالوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكمان ما تنسوش تدعو الأخواتنا في فلسطين والسودان ربنا ينصرهم ان شاء الله واستكمالا لسلسلة الافضل في كل مركز هنتكلم النهاردة عن مركزين مركز السي اف اللي هو المهاجم التاني ومركز الكام اللي هو خط الوسط الهجومي ونبدأ بخط الوسط الهجومي واللعيبة الموجودة في أعلى فئة سعرية وللأسف المركز ده ما فيهوش لعيبة كتير في الفئة السعرية العالية غير زيكو زيكو بيجب امكانيات كويسة جدا كارت مميز في التزديد والمروقة قدم ضعيفة خمس نجوم قدر التحمل أربع نجوم ونص حركات مهورة خمس نجوم ولما بيتطور بيقدر يلعب في مركز السي ام ومركز السي اف اللي هو المهاجم التاني كارت مفيش تقريبا منافس ليه في الفئة السعرية دي لكن ليه منافس في الأوفر تعالوا نشوف الفئة السعرية فوق المتوسط اللي هتلاقي فيها ثلاث كروت هما بلينجهام وزيدان وديبالا تعالوا نشوف كده نلقي نظر على الثلاث كروت ونقيمهم أول كارت معنا هو كارت زين الدين زيدان اللي متميز جدا في التزديد والتمرير والمروقة والبدن بتاعه جيد جدا كارت بيجي بقدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة خمس نجوم قدم ضعيفة خمس نجوم لما بيتطور بيقدر يلعب في مركز السي ام والل ام بالنسبالي الكارت ده أفضل من زيكو وأقل في السعر ونفس الأوفر كارت اللي بعد كده هو بولو ديبالا اللي مميز في الإقاع ومميز في المراوقة لكن البدن بتاعه سيء جدا قدم ضعيفة ثلاثة من خمسة وقدرة تحمل أربع نجوم حركات مهارة أربع نجوم كارت بلينج هام بيجي بمروغة كويسة وتمريرات كويسة والبدن بتاعه كويس جدا بيجي بقدرة تحمل خمس نجوم حركات مهارة أربع نجوم قدم ضعيفة أربعة لما بيتطور بيقدر يلعب في مركز السي ام ومركز الاستي طيب مين أفضل كارت في الثلاثة أنا شايف أن أفضل كارت زيدان طيب إمتى أشتري الكارت بتاع زيكو لو هلعب بخطة فيها اتنين كام هلعب بزيزو وزيكو جنب بعض نشوف الفئة السعرية اللي بعد كده هي فئة سعرية المتوسطة واللي فيها أربع كروت هما فيرتز وكاكا ورونالدينيو وبوب شارلتون والأربع كروت تعالوا نبص عليهم كده ونشوف أول كارت معنا هو كارت فيرتز واللي بيجي بقدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهار أربع نجوم قدم ضعيفة أربعة ومميز شوية في المراوغة والتزديد لكن البدن بتاعه مش قد كده فنشوف الكارت اللي بعد هو كارت ريكاردو كاكا واللي بيجي بحركات مهار أخمس نجوم وقدرة تحمل أربع نجوم قدم ضعيفة أربعة مميز في المراوغة ومميز في التمرير لكن البدن برضو بتاعه سيء وسعره مبالغ فيه بالنسبة للإمكانيات دي ما بيلعبش في أي مركز تاني بعد التطوير الكارت التالت معايا في الفئة دي هو رونالدينيو واللي عنده الإقاع جيد والمروغة جيدة والتمرير والتزديد متوسطين حركات مهارة خمس نجوم قدرة تحمل أربع نجوم ونص قدم ضعيفة أربع نجوم ولما بيتطور بيلعب في مركز السي إف والليفت وينج الكارت الرابع معايا هو كارت بوب شارلتون واللي بيجي بقدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة أربع نجوم قدم ضعيفة خمسة مميز جدا في التزديد وفي المراوغة والبدن بتاعه مقبول لما بيتطور بيقدر يلعب في مركز السي إف جنب مركز الكام بالنسبة لأفضل كارتين في الفئة دي هو فيرتز وبوب شارلتون ولو هتلعب بكارت واحد بس يبقى فلوريان فيرتز هو أفضل اختيار لك الفئة اللي بعد كده يا فئة المبتدئين والناس المفلسة وما فيش غير كارت واحد اللي عارضه عليك هو كارت سوكرات لأنه ملوش منافس في الفئة دي كارت سعر رخيص جدا مش مكمل اتنين مليون بيجي بقدرات هيلة خمس نجوم قدرة تحمل أربع نجوم حركات مهارة قدم ضعيفة خمسة من خمسة مميز جدا في المراوغة والتزديد والتمرير البدني بتاعه جيد الإقاع بتاعه جيد وهيبقى كويس جدا معاك في الملعب تغير النطوله عظيم مية اتنين وتسعين سنتي ودي حاجة حلوة جدا نيجي بعد كده للمركز التاني وهو مركز المهاجم التاني او مركز السي اف واللي موجود عندي في الفئة السعرية العالية كارت واحد بس هو كارت بيليه كارت رهيب وهو مطور محدش بيقدر يعمل معه حاجة من الآخر بيجي بقدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة خمس نجوم قدم ضعيفة أربعة مميز جدا في التزديد والمروغة والبدني بتاعه مقبول إلى حد ما لو بصينا على الكارت هتلاقي ان الكارت لما بيتطور بيقدر يلعب في مركز الكام ومركز الست وملوش منافس في الفئة السعرية دي طيب يبقى بيليه هو رقم واحد في الفئة السعرية دي وملوش أصلا منافس طيب الفئة السعرية الفوق متوسطة هنلاقي عندنا فيها تلات كروت هو كارت إيزيبيو ودالجلش وجريزمان والنسبة لي كارتين بتوع دالجلش وإيزيبيو كارتين مميزين جدا لكن تعالوا برضو نشوف الأسباب إيه ونبدأ بكارت جريزمان اللي بيجي بقدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة أربع نجوم قدم ضعيفة تلاتة بس وده شيء سيء في المركز ده مراوغة بتاعته كويسة والتزديد بتاعه كويس البدني متوسط اللقاع مش أحسن حاجة التمرير كويس لما بيطار بيقدر يلعب في مركز الاستي الكارت اللي بعد كده هو إيزيبيو إيزيبيو بييجي بتزديدات هيلة ومروغة كويسة وإيقاع كويس بدني ممتاز قدرة تحمل بتاعته أربع نجوم ونص حركات مهارة أربع نجوم لما بيطار بيقدر يلعب في مركز الاستي القدم الضعيفة عنده خمسة وده واحد من أفضل الكروت في مركز السي اف الكارت التالت هو منافس قوي كيني ده الجيش واللي بيجي بقدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة أربع نجوم قدم ضعيفة خمسة مميز جدا في السرعة وفي التزديد وفي المروغة التمرير بتاعه مش أحسن حاجة لكن الكارت ده بالنسبة لي هو أفضل كارت في الفئة دي فلو انت معاك كارت إيزيبيو ما تغيروش ولو معاك كارت دلجلش ما تغيروش بالنسبة لي دلجلش أحسن واحد لكن إيزيبيو منافس قوي ليه فالتنين قريبين جدا من بعض ندخل على الفئة السعرية الأقل واللي مش موجود فيها غير كرويف وإيزيبيو كارتين مميزين جدا أنصحك بيهم جدا أي واحد في الاتنين مش هيفرق بالنسبة لي الكارتين كويسين جدا إيزيبيو إيقاع محترم تزديد كويس مروغة محترمة جدا التمرير إلى حد ما كويس قدم ضعيفة خمسة من خمسة قدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة خمس نجوم لما بيتطور يقدر ريلاع في مركز الاستي ومركز الكام جنب مركز السي اف كارت التاني وكارت إيزيبيو واللي الإقاع بتاعه والتزديد بتاعه والمروغة بتاعه كويسين جدا بدني برضو مش أحسن حاجة لما بيتطور بيلعب في مركز الاستي مع مركز السي اف قدرة تحمل أربع نجوم ونص حركات مهارة أربع نجوم قدم ضعيفة خمسة كارت مميز جدا بالنسبة لي اختار إيزيبيو مع أني بحب كرويف جدا ومايفرقش عنه حاجة فلو معك ريف ما تبدلوش بكارت تاني ودي كانت نهاية الفيديو يا صديقي ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو وما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك أشوفكم على خير سلام